سباح الخير سيد عبدالطيف سباح الخير لك وكل أسادة المستمعين شكرا جزيلا على حضورك بحثينا اليوم السباح استهداف متعدد الأبعاد ضد الحريات والمعارضين وضد حركة النهضة وجبهة الخلاص هذا اللي كتبت سيدك البارح بعد إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوش وتسأل أيضا هل ما زالنا نحتاج لدليل على استهداف أو الاستهداف الممنهج لمعارضة هناك اليوم أن النهضة ومن يدفع عنها هي يعني بما معناها سيد عبدالطيف الماكي وانا السؤال يأتي في هذا الإطار يقول لك اليوم حركة النهضة والدعمين لها وجبهة الخلاص هي في حالة إنكار تام للواقع التونسي حتى بعد ما يصفوه معارضيكم بخطورة التصريحات اللي توجه بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوش شكرا أولا إن شاء الله عيدكم مبارك وعيد التونسي كل عام وتي حيب ألف خير ثانيا أنا أدعم المبادرة متاع أدعم قراء SOS أدعو الناس إلى الخيرات فيها وإن شاء الله ينقص حاجتنا لهذه القراء بتماسك العائلات ويكون الأطفال هذوم يعيشوا في وسطهم الطبيعي إن شاء الله بالنسبة لسؤالك يعني أحنا لا ننكر أنه أي حياة سياسية خاصة مبتدأ كيف أحنا حياة سياسية ديمقراطية تصير فيها أخطاء ولكن طريقة معالجة الأخطاء يجب أن تكون خالية من الخطأ منع الجوش الخطأ بالخطأ يعني عندما حزب سياسي أو شخصية سياسية أو جمعية أو رجل أعمال يرتكب خطأ عن حسنية أو عن سؤنية بالقصد أو بدون قصد فما هيك القضائية تتعهد بالموضوع في حياة تام للسلطة السياسية وفي استقلالية تامة للسلطة القضائية وفي شفافية تامة في تقديم المواطن والمواطن المضاد وقتها نقول لك محاكمة سياسي أو حزب تصبح تفصيل بالنسبة لها تخدم فيها الجهات المعنية ونقعدوا أحنا مهتمين بالشأن العام المرحة حركت نيابة عمومية سلطة قضائية حركت صحيح ولكن السيد قيس سعيت منذ أن أمسك بالسلطة في 25 جويلة بسورة مطلقة أول شيء استهدافه هو القضاء ترجعه وتلقاه وتوجه إلى القضاء وهذا بعدين تفهم اللي هو يريد أن يوظف القضاء ضد كل من يعارضه أو من يخليفه إيش نوع نعمل له ناسي عبدالتيف إذا أنتم ما تعتبروش القضاء بمستقل وإذا ما تعتبروش كيفاش تتصرف له ناسيك كيفاش في دولة ديمقراطية ممكن تتصرف ثم بعد ذلك غير المجلس الأعلى للقضاء حط مجلس أعلى للقضاء يردته هو بعد ذلك كيفاش معاه كيف يحبه هو عزل القضاء بقراره هو 59 أو 57 قاضي هرسلة مستمرة للقضاء إلى درجة أنه جمعية القضاء اللي هي جمعية منتخبة عبرت عن هذا الوضع وبالتالي فقدت شروط المحاكمة المستقلة والمحاكمة العادلة وبالتالي السياق هو محاولة توظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين فبالتالي من نوع المبدئية أخلاقيا وسياسيا وقانونيا لا اعتراض على أن القضاء يقوم بدوره ولكن اليوم شروط المحاكمة العادلة تم المس بها وأصبح يعني ثم نوع من توظيف القضاء وهذا ما يقوله المحامون وهذا ما تقوله جمعية القضاء لو كان عند السلطة السياسية استهداف لشخص سراش الغنوشي لكن من الممكن إيقافه منذ عملية الاستنطاق الأولى أو الاستماع الأولى لا ثم ظروف محيطة وثم 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 يعني وقلنا هذا مشتوى نقول فيه جابة على سؤال كنتي لا قلنا وقت لي كانوا ربما محلين سياسيين أو مساندين لسيد قيد سعيد يقولوا لن تستهدف الحريات نقولوا القضية هي قضية وقت بشوية 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 وبالتالي أنا إذا استمر هذا الوضع لا أستبعد أنه حتى مواطن يصرخ في السوق من غلاء الأسعار نحاكم بأنه معارض سياسي لا أستبعد هذا يعني بعد إذنك سي عبدالتي كيف نتوصف تصريحات رئيس حركة النهضة رشد الغنوش وتقرنها بصرخة في سوق لأي مواطن يعني سيأتي يعني تصريحات مثلا يقول أتصور تونس بدون هذا طرف أو ذاك بدون نهضة بدون ياسار بدون إسلام سياسي هو مشروع حرب أهلية هذا النجم نقرنوه بصرخة لمواطن في السوق يتحدث عن غلاء الأسعار لا سيأتي الوقت سيأتي الوقت هو أنا أقول الاستبداد هو حاجةكم وصباحة كما الصدق كما الروي تبدأ تاكل في الحديد بالشوية 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 فهمت وهذه طبيعة الأشياء السلطة المطلقة مفسدة مطلقة أنا طبعا ضد التصريحات العنيفة وضد التصريحات اللي فيها شبهات وضد التصريحات اللي مفيهاش حكمة من أي باب أتت هذه التصريحات كيف تقيمها سيدك أنا جايك وهذا قلت في تصريحات سيد قيس سعيد أن تصريحات فيها برش عنف سيد قيس سعيد عندما صرح سابقا بما معناه لا أدري ترتيب الألفاظ ولكن الألفاظ أن المواطنين الطهرين الشرفابش طهروا البلاد والصالحون وغير الصالحين هذه خطابات عنيفة دور رئيس الجمهورية أساسا ودور كل السياسيين اللي يحبوا الخير لهذه البلاد هو توحيد الشعب يقولونه يا شعب تقعد مواحد حتى وإن ثم خطأ اللي أخطأ يتحاسب وما هو الشيطان في النهاية يرجع إلى الجادة واللي كذلك ما أخطأش بركة لهم هذا التصريح هذا مش تقيمه مضمونيا تصريح راشد الغنوش كيف تقيمه سيدك أنا يعني قلت في تدخلات أعالمية سابقة وقلت سابقا على تصريحات أخرى مشابئة أن تصريحات غير موافقة والحديث عن عرب أهلية بمفهوم الكلاسيكي اللي شوفوا فيه في دول أخرى كما السودان ربيع فيه إن شاء الله هذا مستحيل أن يحدث في تونس المجتمع التونسي محصن ضد هذه الأشياء وبالتالي كل التصريحات من هذا الباب هي التصريحات غير واقعية هي تصريحات يعني مغالية ولكن ما تقعش تحت قانون التحريض لأنه إذا تتحط تحت قانون التحريض ومحاكمات وأنا لست رجل قانون يجب أن تكون كل التصريحات المشابهة حتى وأن صادرت من شخصيات رسمية تكون تحت طائلة القانون وبالتالي ممكن أن تنتقد هذا التصريح وفيه نقد كما قلت لك فيه تصريحات سابقة ولكن استعماله القضية مش إيقاف رشد الغنوشي فقط الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بمنع الاجتماعات وبيه 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 تدل على أنه ثم استهداف سياسي وليس معالجة موضعية لخطأ ما إن حدثت إلى حين أتثبت ممكن وزارة الداخلية تقول لك أنا خنقوا احتياطاتي إذا هناك تهديدات على أمن البلاد رهوا كلمة حرب أهلية عبدالطيف المكي تعاودت مرتين على لسان رشد الغنوشي الذين استقبلوا هذا الانقلاب هم استقصاليون بل هم إرهابيون بل هم دعاة حرب أهلية يعني هذا تصريح هذا تصريح بالذات حتى ولو أنه رئيس الجمهورية تصريحاته فيها عنف كما تقولونتوما أو تصريحاته فيها مغالات هل تجيبها المعارضة بنفس الخطاب لرئيس الجمهورية لا أصلا ولكن كيف تقوم عركة يلغى فيها المنطق ويلغى فيها العقل ويلغى فيها القانون ما عاشت نجم تلوم السيد الرئيس الجمهورية وصف معارضيه بأنهم حشرات بأنهم مخمورين بأنهم إرهابيين بأنهم على أيديهم دماء بأنهم مدنيين بأنهم بأنهم ولذلك الحل هذا يخلي المعارضة عند الحق هل تجاوب بنفس الخطاب؟ لا 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 أنا دائما أقول كما قلت لك حتى في بداية الحوار قلت لك لا يجب أن نعالج الخطاء بالخطاء فما بالك بمعالج الخطاء بالخطيئة اليوم يلزم يكون ثم مصار سياسي جديد في البلاد يرجع التوانسر بعضهم ويحل المشاكل القائمة سياسيا أو اقتصاديا بالحوار على قاعدة الشرعية والقانون والانتماء المشترك لكن هذا أصبح شبه حلم معناها في مقارنة بالانطلاق من المصار اللي يقوده السيد قيس سعيد يعني خطاب بين ذفرين تستعمل فيه ألفاظ حربية كما الخطاب بتاع البارح أمام قوات الأمن الداخلي يعني ما كان على السيد قيس سعيد ولا على غيره من أمثال السيد رشد القانونشي أو غيره أن ندخله في خطاب عنيف معنى مبدئياً عندما تكون يا سيدي ذهما مشكلة كبيرة في البلاد نحاولوا باش نهدوا باش نعالجوا الموضوع بطريقة عقلينة لكن مش هذا الوضع اللي أحنا فيه وقعدين نحطموا في مكتسبات الثورة بل قعدين نحطم حتى في مكتسبات الاستقلالي اليوم تونس في الخارج لا تذكر إلا كمصدر لأزمة لا تذكر إلا كموضوع للشفقة لا تذكر إلا في سياقات سلبية تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النظر في تقديرك تستوجب المحاسبة وتحرك النيابة العمومية كسلطة قضائية نقول لك قلت لك هي تبقى تصريحات مشابهة لتصريحات أخرى تعالج سياسيا يعني يكون ثمام مثاق سياسي باش الخطاب السياسي يكون نقي لكن أعتقد أنه تم توظيفها هذه من أجل استهداف المعارضة السياسية لا أكثر وقال الجانب القانوني لست أنا الذي سيجيب عنه سيجيب عنه المحامون وتحركة النيابة العمومية كجهة قضاء يواجهها قانونية من حقها من تلقاء نفسها ممنعها حد لا لا مش مصريحة ثم جغسيات سياسية لأنه بعد إذنك سياسي عبدالطيفل وكان مش نمشيوه في منطقة القضاء وانتي رجعت لي قبيلة إلى حتى أنه رئيس الجمهورية وضع يده على القضاء إذن شنو نعمل اليوم عنا أجهزة اليوم موجودة مركزة بذاتها ما نعرفوش اليوم هل هي مستقلة أم غير مستقلة ولكن عنا أجهزة توينسع عندهم فيها ثيق وقعدة تقوم بدورها في جوانب معينة ممكن هناك العديد من انتقادة الأخرى في جوانب أخرى ولكن النيابة العمومية من دورها الأساسي حماية المجتمع وحماية الحقوق والأفراد هذا درسناها في القانون وفي الكليات القانون سياسي عبدالطيفل في تصري حاتك من حق الأجهزة القضائية إنها تدخل درءا لكل ما هو ممكن أن يتطور الأوضاع ولكن تدخل ومن خلفكش في الكلمة ولكن في سياق استقريرة القضاء وعدم وجود شبهات سيدي خليني يقول شبهات منتع تدخل في السلطة القضائية وذا يشفتوه فتلافز وفي الإجراءات وفي كذا اليوم تسعة مرات يقولوا لكم تم استنطاق رشد خدوشي وتم ما تمش إيقافه السياسي عبدالطيفل وينو 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 المجلس الأعلى القضاء لا نصبه سيد قيساك وينو وينو ويني الحركة القضائية اللي نظمها هذا المجلس وينو فاليوم العلاج المشكلة التونسي لم يعد بالأدوات التقنية القانونية ولا التقنية حتى العلمية وغير ذلك أصبح يتطلب علاج سياسي كيف تكون السلطة القضائية محل محل رضا من الجميع وبعيدة عن شبهات وهذا رموش كلامي هذا كلام جمعية القضاة وما يتحلش أيضا بميثاق سياسي لأنه تتذكر في فترة يوسف الشاهد وانت موجود وفاعل السياسي كنت وقتها تطرحت مسألة الميثاق السياسي وأخلاقة العمل السياسي ولكن شكول التزم به وقعت عليه الأطراف السياسية نجم تطرح فكرة اليوم تصريحات مثل هذه ممكن هو عالجتها بميثاق السياسي نعم وقلت وأرجع لتصريحاتي أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص قانونية عندك الحق في حزب وعندك الحق في الانتخاب وعندك الحق في كذا الديمقراطية هي ثقافة وأخلاق وبعد ستين سنة من الحكم الفردي أرسيت فيهم ثقافة الحكم الواحد وأخلاق الحكم الواحد يلزم شوي وقت لخلق ثقافة وأخلاقية الديمقراطية الفكرة التي تطرحها اليوم تنجم ما تلقاش ترواج كما الميثاق السياسي التي تطرح في قلت أذكرته في عهد ولكن دي أحداث وأزمات تقنع الناس بجدوى تلك الفكرة اليوم الأزمة اللي نعيشوها اليوم تزيد ترفع من ضرورة أن تكون عنا أخلاقية سياسية ديمقراطية وثقافة سياسية ديمقراطية وقتها الناس تطمئن إلى أنه عندما تتحرك النيابة العمومية أو يتحرك فلان أو علان رأوا يتحرك من منطلق المصلحة وفي ظل سلطة القانون وبدون ضغوطات سياسية السيد قيسس عيد أدخل هذه الشبهات بتدخلوا في ملف القضاء البارح بركة يعود يكرر على القضاءة أن يقوموا يقول لك أنا في إطار تطهير القضاء وليس تدخل في القضاء قعد نقوم بعملية تطهير القضاء من الفسدين والمفسدين التطهير يكون التطهير من الفساد يكون بأخلاقية سليمة لا نقوم الفساد بأخلاقية الفساد يكون بحجة بدليل بتحقيق هذا بالتأكيد في شيء من البطة ولكن فيه نتيجة نوعية ما فيه شيء ظلم والخطوة لتعمل القضاء ما عاش ناجم ترجع عليها اليوم اليوم لن ينسى الرأي العام تمسي ولا المجتمع الدولي ولا القضاء الطرد متع 57 قاضي طرد متع 57 قاضي بقرار سياسي من السيد قيس سعيد هاي خطوة تعملها تقعد لك معناها مطروحة وتقعد دمالها موجود فبالتالي لا أحد أيضا في فترة حكم حركة النظر هناك قوائم أو قائمات عفوا لعدد من القضاء في الوقت هذك وإلى حدود هذه اليوم هناك من القضاء في الوقت هذك كانوا يرعش وخايفين من طرف نوردين البحلي اللي كان وزير عدل أيضا سيا عبدالتي في المك يعني نفس التوجه من الأخطاء اللي قمت بها أنتم ممكن إذا يتقيم في إطار الخطأ ومن الأخطاء إذن اللي قام بها قائس عدي إذا يعتبر هذا من باب الخطأ قمت به نفس الشيء نفس القرار اللي سهل نفس القرار فقط في أزمينها مختلفة القرار هذا كان أكد لك لم يدرس في مجلس الوزراء وأنا أحد من الناس تحسب على حركة إيه أوكي يسيدي لنفترض أنه خطأ كامل مئة في المئة خطأ توقف بعد ذلك توقف بعد ذلك والقضاء تمشاهل للمحاكم الإدارية ولمس هناك ضغوط على المحكمة الإدارية فبالتالي أن يرتكب فلان خطأ ليس مبرر باش أنا نرتكب غدا الثنين الآن اللي يقوم به قي سعيد لم يتوقف الضغوط لا تزال موجودة البارح فقط السيد قي سعيد يوجه ضغط سياسي على القضاء أنت القاضي اللي خلى واحد كاتب عدلية أظن في حالة صراح شنو عملوله شنو عملوله سكروله بيروه ولا محل يعني محاسبة ما زالش قاضي آخر يتجرع على فعل شي هو شوف البيرو متع زميله سكره ولذلك عليش نقولك أنه اليوم نحن في بين ظفرين في وضع شبه سريالي ومش هكة تتعالج الأمور وفي النهاية كاتوانس الكلنا مش نعيش في هالبلاد لا أحد ينجم يقصي الطرف حتى ولو تحطوا في الحبس ما قصيته وش يرجع حضم عديد من الحركات تتحطت في الحبس وفي الغرش بالتالي الحل هو في التفاهم وليس في الإجراءات الأحادية وفق عقلية انفرادية بالحكم أنا منحبش نقف على كل نقطة سي عبدالتي في الماكي ولكن في إطار التفاعل معاك نفس الممارسات اليوم يقولها والانطباع موجود عند الرأي العام نفس الممارسات اللي قامت بها حركة النهضة والترويكة في فترة حكمها هي نفس الممارسات اللي انتم ما تلوموا فيها طوال على قيس على قيس نتجاوز هذه لا 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 ما تجاوزهاش ما تنجاوزهاش من فضلك من فضلك من فضلك ليس السياقات سياسي مفتوح في برنامان يلعب دوره ثم أتلاف حاكم يقع الاعتراض من داخل المجلس الزراء من داخل لا تلاف الحاكم ما تماشي ضغط على الحريات العالمية إلى غير هذا سياق الآخر اليوم على القضى فقط نعم على القضى كل شيء اليوم السياق هو سياق انفراد بالسلطة ودستور لم يشهد له العالم مثيلا بالانفراد بالسلطات اليوم ما تم حتى آلية حتى آلية لتعديل مسارات السيد قيس سعيد فما حتى آلية بما في ذلك البرلمان اللي هو ركزه ما عنده حتى آلية لتعديل مسارات السيد قيس سعيد سلطة كاملة سلطة كاملة حتى النواب اللي موجودين الطريقة اللي أوقف بها النائب نهار الجلسة الافتتاحية الناجم يوقف بها النائب آخر حتى على مسألة بسيط لأنه أصبع التقدير ملك للسلطة التنفيذية اللي بكل أبيض سيد قيس سعيد ونجمي خطك على أي شيء بحي في تقييمك السياسي لحركة النهضة وانتي كنت من أشد المنتقدين وقت كنت داخل الحركة وسياسات رئيس الحركة راشد الغنوشي هل اليوم وهذا السؤال تطرح حتى جريدة الصحافة هل اليوم النهضة قاعد تدفع في ثمن أخطاء راشد الغنوشي شوف لكل مقام المقال معنا أنا انتقدت القيادة النهضة في وقتها من الداخل وحتى في العلام وفي الأخر عندما اقتنعت أن هذا المسار لن يفضي لتغيير خرشت لأن النهضة بين أيدي الإخوة والأخوات اللي مازالوا فيها أقول ثم أخطاء سامت في حدوث الانقلاب وثم أخطاء أخرى لكن الآن في موضع الوضع الحالي القضية الأساسية هي الدفاع عن المعتقلين السياسيين والدفاع عن الحريات والدفاع على مكتسبات الثور كيف يجيه ثم مقام آخر نتحدث بإسهاب وقد تحدثت في السابق الآن أنا عندي عضو في مشروع جديد اللي هو حزب العمل والإنجاز أسعى إلى تنميته أسعى إلى أن نكون في مستوى انتظارات التونسيين نحب أن ركز جهدي على هذا ودفاعي عن حركة النهضة أو السيد راس الغنوشي هو دفاع مبدئي مثل دفاعي على أي حزب آخر يتعرضي لمظلمة لأنه أنا عندي قناعة أنه أي حزب في تونس هو مكسب للبلاد على خاطر يعبر على التزام مجموعة من المواطنين بخدمة البلاد تطوعا تشوف أنه الإطار غير مناسب لتقديم تقييمك السياسي لحركة النهضة ولمسيرة راشد الغنوشي في أكثر من خمسين سنة على رأس الحركة نعم كان وقته سابقا تحدثنا الآن الظرف يخلينا أخلاقين نركز على موضوع الحريات والاعتقالات وإغلاق المقرات ومن عجبت الخلاص من النشاط وا 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 من السيناريات المطروحة والتي تحدثت فيها أيضا الصحف اليوم وحتى منذ يوم أمس هو التوجه نحو حل حركة النهضة هذا تبقى ديمة فرضية ولكن السيناريو محتمل يوم الرأي العام والفضاء العام الاسباس بيبليك قاعد يتحدث عن هذه المثلة بعد غلق مقر الحركة ومنع النشاط لجابة الخلاص ولحركة النهضة بكامل توراب الجمهورية شنو ورايك في في هذه الفرضين شوف في العموم السلطة القائمة الآن ليس لديها حلول تجعلها ترضي الرأي العام وضعف بها معارضية السيد قاعد سعيد ليس لديها حلول هي تدور في نقطة ثابتة حتى مجرد قرض من صندوق النقد الدولي يعني كان مطروح من الفين وعشر حكومة المشيشي كانت تفوض عليه ما استطعتش أنه إما تاخذوا ولا تبين الناس البديل بقام بلوس آي قال دو وتقول هاو دورك انت هاو دورك انت هاو دورك انت كيف نتقاسم الوحد هذا فبالتالي الحل الوحيد هو الاستثمار في ضرب المعارضة بالسجون قال شنوه محاسبة وقال شنوه كذا هذا هو البواطة اللي يجبدو منها فرضي تتواجه نحو حل حركة النهضة اثنين وراء الموضوع هذا ما تروح منذ 25 جويلة ثم اجندات كذلك معادلة حركة النهضة ومعادلة الحريات تحاول ان تغذي هذا السيناريو وتتحدث عليه قبل ما تتحدث عليه السلطة القائمة اصلا ولذلك نعتبر انه حل حزب ثم طرق قانونية ولكن حركة النهضة لا تستحق الحل ولكنها ليست تفوق القانون اذا كانت هناك اجراءات قانونية وهي غير متوفرة الان المناخات لتطبيق القانون شكرا جزيلا عبدالطيف المكي الامين العام لحزب العمل والانجاز والوزير السابق على حضور شكرا مبارك الله فيك يوم مصباح مبارك مجددا شكرا كل عام حيب خير